فيه شباب أثبت كفاءة أنه يبقى كدر تنظيمي هائل وفيه شباب أثبت التزام غير طبيعي غير طبيعي يعني اللي يتقلوا يتعمل بالزبط حجد هائل من الشباب من ضمن المرامد وكان بشكل عام بتتقلوا لكن بشكل خاص كان بيتك عليها أحد أو معظم الشبابنا تحت السن خصوصا المهند السراج أن احنا عايزين نستفيد من طاقات الشباب دي وحنعمل برامج تحتوي الشباب وهنا أقول أن هذا مجلس إدارة لا يمثل أحد ولكن يمثل النادي كله الذي كان معه والذي لم يكن معه وهناك كثير جدا من الطاقات موجودة هنا وهناك كل من يريد أن يمد يد العون يجب أن يلغيب على كابتن الخطيب وهو رئيس النادي الآن أن يحتضن المختلف قبل المتفق بالضبط كده خاصة إذا وجد فيه الكفاءة والرغبة في النادي والإخلاص الإخلاص للنادي أيوا مش الإخلاص للشخص أيوا عشان لو عملنا دي ممكن نطلع في نهاية المدة عندنا ألف شاب يشيلوا النادي الأهل في كل المجالات بقى صحيح في مواهب هيلة وده اللي كان بدايقني يعني إزاي أنا في الإعلام مثلا ما خليش كل وسائل الإعلامية مصبوغة باللون الأحمر من أبناء العضاء إزاي ما عنديش ناس في الموهوبين ما عنديش ناس في كلية الإعلام من أبناء العضاء هم أولى وكمل بقى الباقي طبعا الكفاءة مش هجيب واحد للمعرفة قس على هذا مهندسين طب أنا أعمل لجنة هندسية من ولاد النادي ومش شباب بالشكل خاص في كل مجال يا أستاذ إبراهيم واجب كان زمان عندنا الأنشطة الهواية بيسموها كان عندنا التصوير وكان عندنا التمثيل وكان عندنا الصحافة وكان عندنا كل حاجة يا الموسيقى كان عندنا الشاعر ما نراجع لحاجات دي ونشوف إبعادنا ويتعامل برامج ليه ما يتعاملش هنا في القناة برنامج للمواهب من أبناء الأعضاء ثم إذا نجح نوسعه يبقى من الأهلاوية ويبقى إحنا النفذة اللي بتقدم هؤلاء للمجتمع يسروه وبرنامج آخر للعباقرة اتعرفت على أستاذ عصام يوسف بتاع برنامج العباقرة وأهلاوي هلاوي جامد جدا وهو كان كاتب كتاب عمل بيستيلر يعني كتاب واحد بس كسرد ان اسمه مش عارف ربع جرام والله تجربة عن واحد يعني مدمن بس كان فيه شابه مبدع جدا بيعمل برنامج اسمه العباقرة لا أنا عايز بقى لعباقرة دي أعمل برنامج هنا للأطفال وبرنامج هنا للشباب وبرنامج هنا أكتشف المواهب وأقدمها من خلال نفذة النادي الأهلي هو ده هو أن يصبح الأهلي هو ملاز كل الأسر وملاز كل أعضاءه أنه هو الطاقة اللي بتقدمهم كنمازج وأنا شايف اتجاه الدولة شديد الحرص على الشباب ومؤتمرات الشباب كل يوم والتاني تخلينا احنا بقى لما نكون أحد الشرايين المهمة اللي بيتمد هذه المؤتمرات بالمواهب وبالأفكار وبالناس اللي عندهم كرياشن أفكار طول النهار يعني بيحلموا ده مش برا الموضوع ده اللي أنا بطلبه ده اللي بطلبه ينفذ هذا وبدي بقى عد اختراحات هوا على الهوى هوا عشان يستفد منها لأن أنا شفت شباب حاجة تفرح واتطمنت على الأهلي والدرجة أن أنا قلت له احنا بنقول ما تخافش على الأهلي معنا لا ما تخافش على الأهلي معاكوا دلوقتي أيوة أيوة